معنا في الاستوديو الخبير في تكنولوجيا المعلومات أيمن عيتاني صباح الخير يا أيمن كيف فيك اليوم؟ الحمد لله وضيعي دائما صعبي وشيئ شوي على الخفيف اليوم الموضوع كمان شائك لأنه احنا كنا بنتكلم على تطبيقات المواعدة والآن صار فيه كمان الصبايا بالذكاء الاصطناعي الصبايا والشباب يعني حتى مش حقيقيين ايش رأيك في كنزة أول أيمن؟ هلأ نحن على السوش الميديا كلنا عم نكذب على بعض الحمد لله بس تابعي حدا الحمد لله كل واحد بيجيزته مبسوط وشغله كتير منيح ولاده مهزبين وبالمدرسة منيح كل شي نحن نتابع بعض نعتبر حياتنا مثالية فنحن هلأ بذكاء الاصطناعي عم يخلينا نقدر نتابع ناس أو يكون فيه يعني عم ننتج ناس يلي بعد حياتهم أحسن وأحسن مخيط تخيط مرسوم رسم من الشكل من الحكي من العيشة العيشين فهذا كله بإطار نحنا بيهمنا نتابعهم أيمن بس إيش اللي يخلي أحد يسوي فولو على صفحة أحد مش حقيقي ذكاء الاصطناعي وتابع يوميات ولوكات وأفكار يعني إيش اللي يخلينا أصلا نبغط هذه الضغطة أساسا هلأ فيه شئ ترفيه وفيه شئ كمان بدي أحكي فيه مع أصحابي شفت شو صار شفت هيدة بتعرف هيدة مش حقيقية وحقيقي بيكون فيه شوية حكية أكتر مع الأصحاب هون فيها والثالث الشغل نحنا بيهمنا يكون عندنا حيات حياتنا نحن شخصية تكون أحسن حياتنا بس مع ناس مثلنا موش مع فكاس دناعي يعني الناس عم تكذب معينا وعم نعمل فولو منتبعهم ومنصدق الكذب كمان يعني أوكي أنت تكذب علي أنا أكذب عليك مشيلي ومشيلك لكن أنا رايح عند أحد أنا عارفة أنه أصلا هو كله على بعضه كذب غريب مرة هو كان بالأفلام والمسلسلات نحنا منتابع الأشخاص ومنعرف أنه نعم يمسلوا بس يعني بيهمونا بيهمنا شخص الفني إذا بدك أكتر يعني فنحنا منشوف حالنا في يعني فيه شيء مننا نحنا منشوف حالنا فيه وبركي أنا بتكون حياتي هيك وطريقتي هيك هي شيء مش ضابطي يعني معيك أنا يعني تحس أنه يعني هذا اللي ضربنا مثال اللي هي تقول طبعا هي في اليابا أنها على علاقة بشخص شاتبتي يطلق يصولف معها حاسة هي نفسها ما عرف نحنا حيكون عنا علاقات مع أشخاص مش حقيقية مثلا بسمه شاتبتي هيا هي حتصير مثلا نحنا ببلدان عربية فيه اهتمام بالكبار بس بغير مجتمعات الكبار ما فيه كتير اهتمام فيهم فيه كتير حكي أنه هيكون فيه مثل شاتبتي وروبوتات غير أو هيك يكون فيه موجودي بنهارهم يحكوا معهم يخبرون أخبار يسألون عن نهارهم لا يكون فيه شوية حركة بالبيت صوت بالبيت فتلاقي الكبار بالعائلة اللي حيكون عم يتواصلوا لأنه أولادهم كبار وبعاد وهيكا حيتواصلوا مع شخصيات افتراضية من شأن صحطهم النفسية عم تكون فهيدي موجودة وحلى قدام أكتر لح تكتر أكتر أكتر يعني يعني ما أعرف أيما أنت تشوف أنه هذا الشيء ممكن يكون شيء هلثي أو شيء صحي أنه الناس تلاقي أحد يتكلم معها أو ممكن إحنا قاعدين نروح لجهة ثانية أكستريم أنه لذي الدرجة ما إحنا لقين أحد نتكلم معها فإحنا بنتكلم مع شخصيات افتراضية وبنتابعهم وبنهتم فيهم يعني حتى حتى حتكون لأنه نحن نتواصل مع الأشخاص العادية نتعب شوي نتواصل معنا واتساب نحكيهم نشوفهم الأشخاص الأفتراضية أحيان واحد يأت البيت بكرا نتابع نسير مع العدسات نحكي معهم أنه أخف وأريح لأننا سيكون في صعوبة على الجيل الأصعب على الجيل الصغير الطالع لا يجب أن يحكي مع غير أشخاص يتواصل مع غير الناس بكرا عنا شغل نحكي مع أشخاص ومجتمع الجامعة المدرسة المجتمع العادي فهون سيكون الشخص العادي لا هذا شخص صعب ليش رد علي هيك ليش هذا فيه إنزوية أكتر هيكون طيب المنصات اللي أصلا موجودة حسابات الناس ما ما هم الناس اللي هو الذكاء الاصطناعي شخصية الذكاء الاصطناعي عليها كيف تستخدم هذه الشخصيات وهذا الفضول اللي عندنا ومتابعتنا لأغراض تسويقية لأغراض يعني زي كنزة هذه مثلا مرشحة لملكة جمال سابقة ملكة جمال العالم يعني تحسز كذا فيه استغلال رهيب تسويقيا يعني هدف المنصات التواصل الاجتماعي هو الفلوس وهي وين فلوسها من انتباه لنحنا فنحنا كلما نقضي وقت أكتر عم نتابع على مواقع العلامي الاجتماعي كلما يكون فيه محل للدعاية للدعايات الأكتر تكون موجودة فكلما يكون عم نقضي وقت ونتابع ونشوف ونعمل ونعلق على بعض وشفتي عم ننشفتي هيك شو صار عم نقضي وقت عم يكون فيه دعايات كلما يكون دعاية أكتر كلما مرضوك أكبر هذه طريقة التسويق تتوقع الجديدة اللي بتكون بدل المشاهير يعني خلاص أنا أسوي لي شخصيات تتوقع بالروحي ذا المل أنا عم أرن مع ناس اللي عم تلبس وتغير شعره مثل شخصيات عم تكون بالأفلام والتلفزيون يعني بيتابعوها بيحبوا شكلها بيحب شكله كيف عامل شعره وتيابه بيصير بالحقيقة مباربي لما نعملوها الفيلم الناس كلها الكرة الأرضية كلها لبسة بنك يعني والجزدين لصباتت مستحيل كمية البنك اللي شفته في حياتي خلال هذه الفترة بس من مباربي مثالك المحله فهذا المتابع على الشخص مباربي شخص افتراضي هي ممثلة وهي بلاستيك اللي نلعب فيه يعني فهون لعبة لعبة وهون وهي كيف يعني الشخص الافتراضي بالذكاء الاستناعي كمان يعني إذا عندنا نجاح نسمع كذا إذا هذه مثلا كنزة تحب لون أخضر كل الكرة مثلا بكنا كنزة زي باربي زي باربي يعني من هون لسنتين كنزة هتكون مرسومة رسم بطريقة كتير واقعية أكتر كتير من اليوم وبتحكي بطريقة سريعة وبتتابع مايك ونخشي وبتحكي مايك وهيك بتقولي يا عمي هيدا أفرمس من أقرار أنا ذكاء لاصطناعي مو هي هم كنزة يعني يعني إحنا على نفس الكوكب صح إحنا رازل نفس 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 يعني لو كنا خبس نفس الكوكب ما رح لمكان ثاني صح لأدان هذا يعني شفيه شخصية دان يعني إحنا أوكي إحنا قلنا نتكلب على هذا الموضوع نضرب إحنا قاعدين أمثلة بسيطة بس هي كأنها بدايات لشيء ما سيصبح عليه يعني الحمد لله إمكان هذا الأمثلة مو منتشرة في مجتمعاتنا العربية إحنا شافيناها كثير إمكان هي كنزة هذه اللي بدأت شوي بس موضوع أنه أنا الحاجة للكلام التعرف التعلق إحنا ضربنا مثال في اليابان اليابان عندهم شوية أشياء غريبة يعني ما مبوضة يعني ما أدري بتجينا أو ما بتجينا الله أعلم بس يعني إحنا لسه ما وصلنا هذه الدرجة صح؟ صح بسيطة ما أنت تفضلت بدايات تحليقك محل صحيح لماذا؟ أنا بطلع تشاتشي بيتي هني عندهم تكنولوجيا جديدة حتكون بعدها ما موجودة بس بالتحسين عملينه بصير فيه أحكي معه أسرع بيرد علي أسرع طريقة الحكي بيحكي معي بيعمل أم وآه لحظة لحظة مثل الإنسان العادي فبيصير الواحد يقدر يتحدث بطريقة طبيعية شوية أكتر مع هذه التكنولوجيا بس تتحسن أكتر فبتلاقي منتابع أنه شخبارنا اليوم شو عم بصير خبرني كيف في التقس وفي عاجعة على طريق شغلي وشوف لي وصل فلين على شغله أما لا يعني بصير نحكي هالحكي بتصير قريب علينا وسريع وخفيف ويتعود عليه نتعود عليه أيوه ويقول لك أصلا فيه نوع من المشاعر صار كلامه وينكت ينكت كمان صار خفيف دم يقول لك والكلمة الحلوة يعني أنا مش هم سمعها من هون بيخدها من هون يعني كده الناس اللي قلبوهم روهي في الوقت يخاف عليهم لا يا جماعة هذا كله كلام عندك أصطناعي نحن نتكلم بس هي هبة جديدة صايرة ونقول نقول الله يستر الله يستر